افتتحت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم معرض فيصل العاشر للكتاب الذي يقام على مساحة 3000 متر مربع ويشارك به 33 ناشرا وقالت الوزيرة إن افتتاح معرض فيصل للكتاب أصبح عيدا سنويا لأهالي الجيزة وفي دورته العاشرة يشهد مرحلة جديدة من التطوير في الشكل والمضمون ليكون متنفسا يتضمن كافة مجالات الثقافة والفنون والإبداع إلى جانب الكتاب تحقيقا للعدالة الثقافية وأضافت أن دورة هذا العام تتزامن مع انطلاق فعاليات اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي 2022 ودعت أبناء الجيزة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المبادرات والورش التي تقام على هامشه في مشاركات كبيرة وتوسعنا بشكل كبير المعرض حقيقة هيتخلله كتير من الأنشطة الثقافية والفكرية والفنية كمان أنا عارف أن دايما بيبقى فيه إقبال غير عادي في هذه المنطقة العظيمة اللي حقيقة كل سنة بنحظى بالسعادة لإقامة هذا المعرض في هذه المنطقة والإقبال الشديد الكبير جدا من أهالي منطقة فصل ومن الشباب أيضا المبادرة الجديدة بأن الكتاب من جنيه إلى عشرين جنيه هذا يتيح الفرصة للعوائل لشراء الكتاب ما لفت نظري أيضا هو كمية الكتب المنشورة والمعروضة للطفل وهذا شيء مهم جدا بأن تحيي القراءة للأطفال وأيضا الأباء والأمهات يشاركوا الأبناء بشراء أيضا الكتب التي أيضا تغذي ثقافتهم في المستقبل معروف أن المجلس الأعلى الشرق الإسلامية بيجمع ما بين دايما كتب التراث وموضوعات العلمية بالإضاءة لأن طبعا زي ما بقول حضرتك اللجان العلمية 13 لجنة علمية بتقوم بإعداد بعض الكتب اللي هي بالذات الكتب التراثية كلنا فاهمين أن القراءة هي غزاء للعقل فالمعارض بتسهل على الناس فرص جبيلة أنه يكون بيجي يشتري الكتاب بسعر مخفض يكون عنده فرصة أنه يقتني أكتر من نسخة هممكن نشوف بعض الإصدارات اللي ما يكونش متوفرة في المكتبات زي ما حضرتك عارف أنه دور النشر اللي متوجدة في المشاركة في المعرض مش كلهم عندهم مكتبات بتقدر تعبر عن وجهة نظرهم فوجود معارض زي كده بيحيي عند الناس فرصة أنه يجد كتب مختلفة ومتنوعة في المعارض ترجمة نانسي قنقر